في الأول ماذا تملك وزارة الزراعة لتطوير مشاريعها التوجيهات الملكية لتحديث منظومة الأمن الغذائي تحديدا ماذا ردينا حديث مع المهندس خالد الحنفات وزير الزراعة معليك مساء الخير أهلا بك في نظر بلد ولحقيقة من الملاحظ أن جارة الملك التقى معكم في وزارة الزراعة وفي ملف الزراعة تحديدا أكثر من مرة وهناك تركيز على هذا الملف وهناك إنجاز في هذا الملف صحيح؟ إن شاء الله سيدي أسمع منك أول شيء لقاء اليوم أبرز ما جاء فيه وين وصلنا في رؤيتنا الاقتصادية الزراعية تحديدا شكرا سيد أحمد ومساء الخير للمشاهدين الحقيقة عندما تحدث عن قطاع الزراعي نتحدث عن قطاع مساهم في الاقتصاد يوفر فرص عمل وخصوصا في الأطراف والمحافظات والبوادي والمقيمات قطاع له نكاس على الأمن الغذائي قطاع له البعد البيئي وبالتالي حقيقة نحن عندما نتحدث أيضا عن الخطة الوطنية لزراع البستدامة عشرين اثنين عشرين 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 خمسة عشرين كان سيدنا متابعا للتفاصيل الخطة يعني إحنا اليوم هذا اللقاء قد يكون الخامس أو السادس حول الخطة أوعز سيدنا وأمر ووجه أنه إحنا حقيقة تكون خطتنا قابل للتنفيذ بعيدا عن المفردات الصعبة والتي غير قابل للتنفيذ أو فيها استعراض أكثر ما يكون فيها عمل على أرض الواقع فالحمد لله إحنا كان في متابعة حثيثة يعني كان قبل الخطة تفاصيل الخطة سياغة الخطة ثم عرضت الخطة ثم بعد ذلك كان هناك شبه لقاء دوري كل ستة أشهر لتفاصيل هذه الخطة اليوم إحنا بنحكي عن العام الأول تقريبا سنة ونصف من هذه الخطة 22 منتصف 23 الحمد لله وصلنا إلى مرحلة لا بأسة بها تحدث عن 27 التزام من حوالي 31 التزام تم تنفيذها بنسبة 100% وهناك التزامات مستمرة أيضا بلا أدنى شك أن هناك بعض العوائق المالية وبعض العوائق الفنية والبرقاطية أيضا ونحن جزء من الدولة الأدنية ولكن البعد الآخر المرتبط بالإقليم الملتهب والحدود البرية وآثرها على التسويق ونقل منتجنا إلى الدول أخرى لكن بالمحاصطين الحمد لله كان هناك إنجاز وهذا إنجازة حقيقة لوزارة الزراعة وزارة الزراعة فريق عمل وزير الزراعة والأمين العام والكوادر وزارة الزراعة المؤسسة القراض الزراعي المركز الوطن البحث الزراعي والمؤسسة التعاونية وصلنا اليوم إلى إنجاز لا بأس به لكن لا زلنا نأمل أن يكون القادم أفضل من خلال بعض الببادرات التي لم يتم التنفيذ بها بالنسبة 100 بالمئة بس أنتو نفذتوا 27 الكزام من أصل 31 نعم هذا اللي صاير اليوم نعم خلال سنة ونص خلال سنة ونص تقريباً كيف تبايد الخطة توقيت؟ نحن الخطة لغايةها 20-25 وهناك مشاريع ممتدة ومستمرة سواء من الـ 22 حتى الـ 25 القضايا المرتبطة برشاد الزراعي القضايا المرتبطة بالتوجيه للتمويل للتكنولوجيا توفير المياه، التصنيع الغذائي، محاصيل العجز، التنمية الريفية، تمكين المرأة، مشاريع زراعية، ريادي للشباب، التصنيع الغذائي، التسويق، الحصاد الماء، التحريج، الجماعة التعاونية، مفردات كبيرة جداً الحمد لله أنجزنا في كل مفردية وفي كل نشاط بما أتينا من قوة وحقيقة أنا وزير الزراع للمرة الثلاثة أو الرابعة تقريباً ثلاث حكومات ووزير الزراعة لكن الدعم الغير مسبوك لقطاع الزراعة من قبل سيدنا أولاً وحقيقة من قبل مجلسة الزراعة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا الإنجاز إن شاء الله أنه يكون له أثر إيجابي على المزارع في قادم الأيام طيب الخطة الوطنية للزراعة المستدامة اللي انطلقت حملة مبادرات وخلصتوها بس يعني شو اللي يخلص؟ نعم عندما نتحدث عن القضايا المرتبطة برشاد الزراعي نحن وعدنا بأن يكون هناك رشاد زراعي مستقل ممكن مؤهل وتم توفير حوالي 300 شاغل لأول مرة في وزارة الزراعي تم توفير 300 شاغل مهند الزراعي وطبيب بيطري وتوفير الأدوات الأساسية لهم سيارات كهربائية أجزة تابليث للتواصل المرشد الزراعي ليس مهمة أن يداون في المكاتب لا في الميدان ومتابعة حديثة مع الخبراء والباحثين في المركز وطن البحث الزراعية تقريبا إن شاء الله وصلنا إلى مرحلة أن كل حيازه الزراعية سواء نباتي أو حيواني لها مرشد الزراعي وهذا تطور كبير جدا لأنه مهم جدا في قضية المتخلات الإنتاج مهم في النمط الزراعي مهم في التسويق والتعب والتدريج وله أثر كبير على القضايا الزراعي الجانب الآخر لدينا الإقراض الزراعي هناك إقراض الزراعي موجه للمحاصيل العجز للتكنولوجيا لتوفير المياه للتصنيع الغذائي للمكنني لاستزراع السمكي للإنتاج الحيواني للتنمية الريفية من كل مرأة لمشاريع الزراعي للشباب صرفنا حوالي في العام المصد تقريبا من 110 مليون دينار كان ضمنها 56 مليون دينار قروض بدون فائد دعم للقطاعات التي نوجه للاستثمار فيها وهذا أعتقد غير مسبوك هذا الرقم لأنه صدوق الإقراض الزراعي كان المحفظة 70 مليون 15 مليون حجم محفظة الإقراضية والناس ترفع في فترة كل البنوك العالميا ومحليا ترفع الفواد نحن خفضنا الفواد حتى في بعض المشاريع تصل إلى 0% بعض المشاريع نعطي نصف مليون دينار بفائد 2% وهذا مؤشر إيجابي على أنه استثمارنا سواء لخلق فرص عمل لحدنا الفقر والبطالة أيضا للأمن الغذائي ونحن عندنا مشاريع اليوم أيضا مرتبطة بالتصنيع الغذائي اسمعني أكمل لك المحطات نعم بعد الإقراض الزراعية اشتغلنا على التصنيع الغذائي اليوم وزارة الزراعية إنشائنا 9 مصانع بالشراكة مع القطاع الخاص مصنعين في الأهوار الجنوبية بكلفة 3 و 2 بال 10 مليون دينار إن شاء الله بشهر رائعي شرح سينتهي من إنشائها بالكامل وشهر 12 سيكونوا شقارين إن شاء الله خطوط الانتاج وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص إننا متحدث عن القطاع الخاص هذا عنوان كان الخطة الشراكة مع القطاع الخاص إحنا بنحكي 72 مبادرة أو 72 مشروع بـ 57 منها بشراكة مع القطاع الخاص وشراكة مع القطاع الخاص ليست في الكلام والزيف لكن شراكة أنا بدفع 3 مليون و 2 بالعشرة للمستثمرين للتصنيع الغذائي في الأغوار الجنوبية بدفع 5 سنوات لأي مستثمر في التصنيع الغذائي في أي مدينة صناعية في الأوردر برضو بعطيه قرار لغاية نصف مليون دينار بفائد 2 بالمية ناس ترفع الفواد إحنا بنقفض الفواد أيضا بعمل على حماية المنتج المحلي من خلال وقف استيراد للمنتج الذي ينتجه المنتج السلعة حيالية لتفرص عمل تمتص الفاظ من الإنتاج يعني عندنا مشكلة الآن مثلا في المفرق اللوزيات العنب وقعنا مع قطاع خاص لإنشاء مصنع تجييف الزبيب أو تجييف الفواك مثلا البطاطا المصنعة المستورة حوالي 120 ألف طن سننتجها في أربع مصانع في الأوردن إن شاء الله لوقف الاستيرادها التفريز المركزات جانب آخر إنشأنا الشركة الأوردنية الفلسطينية لتسويق منتجاز زراعي هذه الشركة العام الماضي كانت تحجم صادراتها إلى أسواق غير تقريدية غير خليدية إلى أوروبا حوالي 2000 طن هذا العام لدينا عقود قابل إلى 15 ألف طن لكن ستصدر 8 ألف طن حتى نهيئ البني التحتية لهذه الشركة وعندنا إشكالية في النقل نجاوزها من خلال النقل البحري لأنه إحنا حقيقة في ظرف أو في وضع إقليمي صعب جدا بتعرف طريقنا ومرنا إلى أوروبا عن طريق تركية للأسف لما تكون مولقة تركية إحنا بزيد عنا الكلف بالخلال وتزيد عنا المدد يعني نقل الخضار إلى أوروبا يكلفنا كمد حوالي 10 أيام وكلف النقل البري ثلاثة أضعاف فبالتالي عوائق كبير جدا ومع ذلك هذا العام سنصدر 8 ألف طن من خلال هذه الشركة من خلال التعاون مع القطاع الخاص أيضا نشتغلنا على تحريج المستدام يعني هاي قضية أنه تزرع الشجرة وتمشي ماذا الآن عنا فيه مسارين فيه مناطق نعتمد على الشرنقة والشرنقة إحنا كنا نشتريها هاي الشرنقة بسعر غالي جدا اليوم نصنعها في الأردن بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والبوتاس مشكورة وتمويل من وزارة الزراعة لإنتاجها محليا هذه الشرنقة تمنع التبخر وبالتالي نسبة النجاح في الزراعة الحرجية 100 بالمئة وبدأنا بألفين دنم في الكورة ألف دنم في عجون وألف دنم في جرش وأيضا في المناطق الأخرى في الجنوب على الحصاد المائي وعلى المياه الغير صالحة الشرب وأعطي مثال ذلك إحنا الآن عنا مشروع لغابة 222 دنم في القطراني صرنا زارعين مئة ألف شجرة وإن شاء الله نستكملها 200 ألف شجرة على مياه الشرك الوطنية وهي مياه غير صالحة للشرب وأيضا إن شاء الله مشروع في الأبيض على المياه الفوسفات مشروع فيه عنيزة على مياه الكبرتية غير صالحة للاستهلاك البشري فبالتالي بنحاول يكون لنا تحريج مستدام النهوض بمحطاتنا الزراعية بحيث يكون أكثر فعاري وأكثر جودي للمنتج الجانب آخر اللي اشتغلنا عليه اللي هو الحصاد المائي إحنا في عام 22 أو لليوم تقريبا بنحكي حوالي 70 إلى 75 حفيرة وسد ترابي وهذا تشكل 20% مما تم إنجازه في المائة السنية من أمر الدول الأورنية لأنهمتنا تقريبا نجمع كل قطرة مية والحمد لله الله يعني أرزقنا المطر وكانت فلل كل حفائرنا في المنطق الجنوية الصحراوية وعنا بالسلسل الغربي من أربد حتى البطرة إحنا تقريبا عنا 2500 بير جمع مياه للعام الماضي وهذا العام كنت آمل يكون 10 ألاف بير جمع مياه لكن حقيقة تمويل خذلنا في هذا المجال لأنه منحكي عن محددات مالية مهمة جدا جانب مهم جدا هو إحنا منحكي عن التنمية الرفية التنمية الرفية أعطيناها التأهيل وتدريب وتمكين دربنا ما لا يقل عن 12 ألف فتاة وشاب وكان نسبة عالية جدا على المهن الزراعية وعلى التدريب حتى نوطن العمالة الزراعية حتى نكسر الحاجز بين ابنائنا والعمال في قطاع الزراعة وأيضا على التنمية الرفية كان حوالي 7 ألاف أو 8 ألاف بنت تقريبا فتاة من أخواتنا وربة بيت في التنمية الرفية مسار آخر أعطينا تمويل لغاية 28 مليون دينار قروض بدون فائدي حتى ندعم مشاريع إنتاجية صغيرة للمرأة الرفية و 3 ألاف منها حوالي 7 مليون دينار أيضا للمرأة الرفية ومسار آخر اللي هو المعارض الدائمي يعني أنت بتحكي تأهيل وتدريب بتحكي تمويل وتحكي تسويق لأنه بدون تسويق في إحباط كبيرة صحيح مع أن المهرجانات اللي عملها المهرجان الزيتون مهرجان الرمان مهرجانات مختلفة في الزهور قبل الأيام وأيضا المعرض الدائم للمنتجات الرفية في العاصمة عمان نسبة للنجاز فيه الآن 60% والجيد في الخطة الزراعية إنه ما فيه سوفا إحنا بيحكي شو سوينا شو عملنا 60% للنجاز في معرض عمان و 50% معرض دائم في إربد وهذه ستكون نقلة نوعية للتنمية متى بخصوا هذول؟ إن شاء الله إنه معرض عمان يفتتح بـ 25% إن شاء الله و يكون جاهز مؤثث بكامل مطلباته لينعكس إيجابا على التنمية الرفية في المملكة والمعرض الدائم في إربد إن شاء الله قبل نهاية قبل نهاية يعني نهاية السنة يكون جاهز إن شاء الله طيب بدي أظن في ذات الموضوع أنت قلت عنا شراكة مع القطاع الخاص اليوم وفي مصانع بدي نعرض قلت تسع مصانع صح؟ هذولا خلصناهم؟ إحنا المصانع مش خلصناهم وقعنا اتفاقيات بعضهم بانتهي خلال الشهرين بعضهم بدأ الآن يعني أعتقد أنه جميع هذه المصانع الشهر أربع القادم وشهر نيسان ستكون إن شاء الله مجغلة إن شاء الله مشروع السرحان و الحماد وشهر فيهم هذول؟ أيضا هنا إحنا بدنا نركز على المياه إحنا مشكلتنا في الأردن المياه كثير من الكلام اللي بتسمعه تنظير وكذا و الزراعة يا أمي القضية مرتبطة بالمياه أنا عندي كل الأردن صالح للزراعة لو عندي مي يعني هذه القصة نحكي بالمساحة وكذا ما عندي مشكلة في المساحة أنا عندي مشكلة في المي فبالتالي إحنا الحوضين اللي ممكن الاستثمار فيهم في مجال الزراعة اللي فيهم مخزون مائي متجدد الحوضين السرحان و الحماد فيهم حوالي 23 مليون إثر مكعب طرحناهم فرص استثمارية لأن عندنا الشركات حددت مساحاتها و التهينة منها بدأت بعض الشركات بالعمل والأخرى تستكمل بأوراقها إن شاء الله أعتقد هذا الموسم موسم الزراعة القادم من شهر 11 و 12 واحد سيكون موسم عمل بهذه الشركات خلال 36 ألف دنوم في حوضي السرحان و الحماد بسعر زهيد أو بسيط للمياه قرشنا نصف للمتر مكعب كل ألف دنوم نعطي سنية خمسين ألف متر مكعب مياه وأيضا هنا نتحدث عن زراعة للتصدير للتصنيع لا تنافس للزراعة المحلية أو لأسواق خاصة في المستثمر حتى ما يذرر مزارعنا الأردني قلت لي على الشركة الشركة الأردنية الفلسطينية و كان عليها جدال كبير تقول لي من 2000 طن و صارت 8000 طن و عندنا طالب لـ 15000 طن و عندنا مشكلة في بوليه التحتية حقيقة نحن الآن بدنا مراكز تعبة وتدريج درجتها بصراحة حتى نقدر نلبي لأنه فترة بسيطة جدا عندنا من شهر 12 إلى شهر 4 أو 3 اللي هي بالتصدير عقودنا ممكن نوقع عقود 18 ألف طن لكن حقيقة نحن نركز على الجودي نركز على السمعة الشركة الحمد لله 2000 طن لم يرجع إنا يعني حبي واحدي فيها إشكالية لأوروبا و هنا نتنظر مثل في الجودي ذاك هذا العام نستطيع نصدر 8 ألف طن و إن شاء الله العام القادم سيكون لدينا مركز تعبة أو تدريج إلكتروني حديث بحيث أن يغطي احتياجاتنا و قد نصل للعام القادم إلى 30 ألف طن تصدير الشركة و حقيقة إذا كان هناك في الإقليم تسويات و إن شاء الله نتأمل ذلك إن شاء الله و فتح خط تركية رح نصل إلى 100 ألف طن و هذا سينعكس على القطاع الزراعة لأن التحدى الكبير الذي يواجه القطاع الزراعة هو إغلاق الخط التركي و هو مسارنا باتجاه أوروبا و سنكون صادقين و واضحين مهما اشتغلنا مهما أنجزنا و سمعون إخواننا المزارعين نحن نحاول قدر المستطاع لتشتر ذاتنا لكن لما تكون حدودك البرية فيها مشاكل في أكثر من جهة هذا أكيد سينعكس على حجم مصادراتنا الزراعية و نحن نصدر ممي و ليس نصدر عبوات ممكن تتحمل شهر و شهرين أيام فقط بس المصانع هاي بها تصدر هاي المصانع هي مصانع للتصدير مصانع الأمن الغذائي مصانع ستشغل الأردنيين مصانع ستعمل على حلال سلعة بدل مستوردي و هاي بتوفر عمل الصعب إن شاء الله بمحصر كمان يعني نكي قيمة وضافة عالية جدا للتصدير قديش كموظيف ممكن توفر هاي المصانع اليوم أعتقد مصانع هاي بتوفر ما لا يقل عن ثلاثة ألاف فرص تعمل حال اكتمال خلوط إنتاجها ثلاثة ألاف فرص تعمل حال اكتمال محصورة بالأردنيين أنا أبعط الأولوي للأردنيين لكن هناك بعض الخبراء والمانيين أنا بديش أضعها أمام القطاع الخاص أنا منطقي واقعي كل فرصة عمل يمكن أن يقوم بها أردني وأعتقد نسبة مئة بإن شاء الله يكون أردنيين لكن بعض الخبراء يمكن فترة معين للتشغيل كذا صياني لكن مع ذلك أعتقد أنه تكون 99 مئة أردنيين طيب أنت قلت عن نزمة المئة ما قلت لي أن حل في الحماد والصرحان جزئية بسيطة 23 مليون متر مكعب كف بستة ثلاثين ألف دونم كويس وأنت بتقول اليوم أنا واقعي عندي مشكلة مي أعطيني مي أنا بقدر أشتغل أكثر صح؟ طب كيف بدك تعالج هذه المشكلة وأنت بتقول لي أنا بعمل حصاد بدي أعمل أبار اليوم في المستقبل هل هناك خطة واضحة لتوفير مياه أكثر لغيات الزراعة لأنه نحن نحكي عامن الغذائي وامن الغذائي مرتبط بما نملك نحن على الأرض بما يفيض عن مياه الشرب للمواطن أولا أثنين بدي أحكي لك أخي محمد وخلينا نكون منطقيين وواقعين ونحكي عن شوي عن إنجاز الدولي الأردني لما أحكي لك أنا أفقر دولي في المياه إنتاجي حوالي 2 مليون نصف طن بصدر لحوالي 97 دولي هذا إنجاز حقيقي للقطاع وإنجاز للدولي طبعا قطاع عام وقطاع خاص وهو بالتكامل وتناغم حقيقة المياه تحدي كبير لكن الأردني وظف وطوع تغيرات المناخية من خلال التكنولوجيا من خلال حقيقة الحرفية والمهنية العالية التي يشتغل فيها الأردني فإحنا لدينا تجربة التحكة وحقيقة لما نطلع في محافل دولية ونحكي عن أرقام هذه أرقام صادمة لو لا إنها موثقة البعض لا يصدقها فبالتالي إحنا بيحكي عن أولا نعمل على توظيف تكنولوجيا لعننا كثير مشاريع لما أحكي لك أنا التدريب كان التدريب على الهايدروبونيك أكوبونيك حيث أستميث بكل قطرة ماء تمويل مثلا أنا لم أعطي 20 ألف دينار للي بيشتغل الهايدروبونيك أو أكوبونيك أو تكنولوجيا لتوفير مياه غرض بدون فائدة منح أيضا الحصاد المائي هذا مهم جدا يعني أنا بحكي لك العام الماضي فقط 22 لحاله 63 حفيرة و 6 و 2500 بير جمع مياه هاي أيضا مشاريع في المعاصلة لتصوف المخزون المائي أعتقد أنه إحنا القادم الأيام أنه نركز على قضية توسع العمودي في الزراعة ما أنه ميتي أنا محدودي أنا بدي أفضل عائد للمثل المكعب وهذا شغرية عليه اليوم طاعت شغرية عليه فيه مسارات إرشادية وتمويلية دعم وأيضا من خلال التعاون و شراكات مع المؤسسات الإقليمية كالفاو و WFB بحيث نوظف كل التكنولوجيا لصالح المزارع الأوردني المزارع للأماني الأوردني ريادي و بوجه وين العائد الأفضل إحنا إننا تقريبا 20 سنة يشتغل في النخيل تمر إحنا وصلنا الآن حقا 11% من سلق التمر المجهول في العالم هذا مؤشر إيجابي بالعالم بالعالم أنا كنت الآن بورشة قادم الآن من ورشة مختصة بزيت الزيتون و كان موجود من جميع من مزارعي النخيل بحكي لك من شهر إحنا ما فيش إنا تمر في الأردن تمر مجهول تصفر عنا طلب العالمي عاري جدا إحنا من شهر أو الآن تقريبا زيت الزيتون أقل حد ممكن لأنه فيه برضه جودي عالي لزيت الزيتون و نفوز بجوائز دولية إحنا صرنا نركز على النوع مش على الكم وبالتالي هذا له قيمة مضافة يعني لتر الزيت اللي بيبيعه هنا مثلا بسبعة دنانيير أو ست دنانيير الآن بنباع في خارج الأردن عشرين و ثلاثين زيت الأردني و ثلاثين و أربعين دينار أردني وبالتالي قيمة مضافة لأنه سنركز كثير على النوع حتى نتغلب على قضية الكم لأن الكم بدون مياه كثير طيب كل ذلك يصب و يسأل فيه أين الشباب بلا أدنى شك أول شيء إحنا عنا حاضنة الأعمال في المركز وطن البحث الزراعي خرجت خمس و خمسين مشروع ريادي و هم للشباب كل هم شباب و المشروع نتبنى في الحاضن تهذيب و سقل و احتياجاته من طلباته كامل ثم فنيا في وزارة الزراعة ثم تمويلية من خلال قروض بدون فائدي تصل إلى عشرين ألف دينار للشباب أو خمسين ألف دينار حسب المشروع بدون فائدي أو منحة في بعض الحالات اللي إحنا ما نستطيع يعني مشروع بسيط جدا فأضف إلى ذلك إحنا كان عنا مسار خاص في الإقراض الزراعي من ضمن التنمية الريفية و تمشاريع ريادي للشباب وصرفنا تقريبا في السنة و نص ثمان و عشرين مليون دينار قروضه بدون فائدي بين المرأة دينار فيه و الشباب لخلق فرص عمل و أعطي مثال بسيط و أحكيه دائما أنا عندنا مشاريحة الإنتاج الحيواني وهي بنحكي عن الشباب و أعطينا عن العمل إحنا أعطينا لغاية عشر آلاف دينار قرض بدون فائدي لمشروع ماعز أو غنام أو تسمين عجول أو كذا طيب هذا مشروع يعني مشروع إذا اشتغل عليه الشب خمس سنوات بكون رجل أعمال إذا اشتغل عليه و الماعز خمس سنوات الخمسين بكون ألف متواري هالنزل بكون ألف فبالتالي هذا مشروع تتحول من عاطل عن العمل إلى رجل أعمال و رب عمل فكان لدينا كثير مشتريح مشتريح للشباب و للمرأة و الفتيات و حقيقة أنا أعتقد أنه إحنا نجحنا في هذا المجال و باللغة للأرقام يعني لما تحكي مئة و عشر مليون دينار المفروض إحنا يكون ولدنا عشرين إذا واحد 22 ألف فرص عمل لكن فعلياً بعد إحنا متابعة من قبل إقراض الزراعي متابعة حثيثي للمشاريع بالأسماء و الأرقام و التليفونات حتى إحنا تقريباً ولدنا 13 ألف فرص تعمل إنتاجية بعيدة عن قطاع العام من خلال هذا التمويل تمويل ضخم جداً و غير مسبوق و انعكس على مشاريع إنتاجية حدة من فقر و البطارة في المحافظات و الأطراف خصوصاً زراعة الشغل للناس في الأطراف و المحافظات و البوادي و ماشي الأمور و ماشي و هذا كله متابع بتفاصيله متابع نسبة النجاح 60% في هذه المشاريع يعني 40% حقيقة حولها مشاريع استهلاكي و راح اشترى السيارة أو اشترى تليفون أو سافر أو تصرف أو سدين أو تزوج لكن المشاريع الانتاجية لناجحة تقريباً 58% من هذه المشاريع ناجحة و متابعة راضي عن الرقم 58%؟ بلا أدنا شك إيجابي بالرغم من كل ذلك يعني رغم منخفض لكنه لا بأس به بالراكم عليه الأيام القادمة و السنة القادمة حتى يكون أفضل إن شاء الله و هذا ولد 13 ألف رستعمل و هذا ولد نعم 13 ألف رستعمل طب دائني ماشي أنا اليوم بدي أقول بدي أوصل لأمن غذائي صح؟ معم هل إحنا مشينا غط صحيح أوصل لأمن غذائي؟ سيدي بدي بدي أنا يكون الأخوان يميزوا شو الفرق بين الأمن غذائي و الاكتفاءة ذاتي يعني ليست كل الدول قدر أنت أعلى منسوبة أمن غذائي تزرع يعني شيء لا يذكر فالقضية مرتبطة بالتناغم بين مؤسسات الدولي وبين القطاع العام و القطاع الخاص نحن من الدول الأفقر مائية أنا أستهلك تقريبا يعني أنتج مما أستهلك حوالي 60 مليون و هذا الشيء إيجابي على موجوداتي من المياه يعني أنا بنتي 60 مليون أستهلكه أنا كأردني و هذا الشيء إيجابي ولكن هناك شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة و مع القطاع الخاص ممثل بقطاع غرفة الصناعة و غرفة التجارة يعني غرفتي الصناعة والتجارة حتى أستطيع أنا استكمال المنظومة بنحكي عن منتج محلي و بنحكي عن مستورد إحنا لذلك اتجاوزنا أخي محمد إحنا الأردن يعني مشهورة بتجاوز التحديات إحنا المئة سنة كلها العمر الدولة الأردن كلها تحديات والقليم كله مضطرب التغيرات المناخية هذه أزمة عابرة و ممتد بعدين كورونا جوزناها و إحنا في روسنا و الحمد لله الأزمة الروسية الأوكرانية لعالم كله دول العالم متقدمة عانت منها إحنا ما نقص أي صنف وبعيدها كل مرة ما نقص أي صنف في أي دكان في أي قرية و أقل تضخم مش أرقامي أنا بحكيها أرقام البنك الدولي أرقام الفاو أنه الأقل تضخم على مستوى العالم بالرغم من أنه إحنا في ظروف صعبة جدا و في محيط صعبة جدا طيب اليوم المزارع بكل ما ذكرته راضي و إلا مش راضي بلا أدنى شك أنه أنا مش راضي أصلا أنا شخصيا مش راضي لا تفكر يعني أنه إحنا بنحكي الكلام هذا هذا محاولات لترميم القطاع الزراع لوضع سكل القطاع الزراع القطاع الزراع إنه قد عشوائي و غير منظم بالتالي أنا شخصيا مش راضي حتى أنه أصل لمرحلي أنه يكون كل مزارع يعرف ما ينتج و أين يسوق و يكون جدوى عالية و ينعكس عليه و على أولاد و عرفاهيته و هذا اللي بدنا إحنا لكن الظروف الإقليمية الآن أنا بحقيقة بنصارع و نقاتل بكل قوانا و بكل ما نملك منطقات و من صلاحيات حتى أنه نخفف من أثر الظروف الإقليمية الصعبة على المزارع الأولي بس أنت إيش معنى كلمتي أنا مش راضي أنا مش راضي لأنه أنا صادراتي مش زي ما بدي أنا صادراتي لا تحقق النجاز اللي أنا بدي إياه اللي نعكس على المزارع و على عرفاهيت المزارع و على مستوى دخله هذا الكلام ناجب لأنه فيه أسواق تقليدية أسواقنا حتى تقليدية لدينا إخوانا في القليج تتعرض تذبذب أصلا لأنه فيه زراعة الآن في القليج العربي و حقهم يعني يعملوا اكتفاء ذاتي و هم عمقنا للستراتيجي و و هشقائنا لكن مع ذلك و فيه زراعات الآن في مواسم معينة صار تأثر عليها المنتج الأوردني لكن حقيقة لو كانت الظروف الإقليمية و الحدود كلها مفتوحة أنا أصل للشرق و الشمال و الغرب كان وضع مختلف تماما جدا و أثر كبير جدا على القطاع الزراعي و القتصة دوردني طب متى المزارع سيشعر بإنعكاس جيد و إيجابي عاية الخضير احنا اشتغلنا منظومة متكاملة ما بين التصنيع و التصوير و ما بين التأهيل و التدريب و التمكين و التمويل هذه المنظومة إن شاء الله تأتي كلها يوميا و لذلك الحمد لله احنا مثلا ربع الأول من هذا العام الأعلى في أرقام النمو كان القطاع الزراعي و هذا مؤشر إيجابي إنه احنا هذا الشغل نشتغلنا في سنتين الماضيات إن شاء الله أنه يؤتي أكله و إن شاء الله إذا كانت هناك حلحة في الظروف الإقليمية ستكون نقلة نوعية لقطاع الزراعي و سيكون أفضل قطاع الاستثمار في الأوردن مدى الرضا الملكي عن كل ما قدمت له والله يا سيدي إحنا بتمنى لأنه سيدنا متابعنا أول بأول و بتمنى دائما يكون راضي لكن سيدنا بعززنا من خلال بعض التوجيهات و الدعم و الاهتمام و المتابعة أصلا و بتمنى يكون راضي أنا سيدي لأنه إحنا في المعصر رضا الله رضا الشعب و رضا سيدنا طيب أن دكرة كل شكر مهندس خرد حين فات وزير الزراعة أطلعتنا على ما وصلنا إليه أنت غير راضي تريد الأفضل تريد فتح حدود أكثر و فتح تسويق أكثر المزارع حتى ينعكس كل ما ذكرت بشكل أكبر المزارعين 13 متوظيفة و تطوير بناة تحتية تطوير آليات للحفاظ على المياه و استثمار مياهنا بأكثر ما يمكن شكرا جزيلا مهندس خرد